بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة القناة الدبلوماسية بين العراق وتركيا منذ زمن عملت وتوصلت بالزيارات الأخيرة إلى اتفاقات أكيد مهمة وآخر قرارات الحكومة العراقية أن حزب العمال الكردستاني وضعته كمنظمة خارج العمل خائرهابية كل التسميات التي خلتها يعني العراق لا يسمح ولا يقبل أن تستخدم راضيه للهجوم على أي دولة مجاورة حدودية معنا ولكن هنا عندما يكون بهذا الشيء لكن هو الآن يسمح دكتور أحمد وصمت كيف يفسر المفروض أن تكون للخارجية العراقية دور في هذا الشيء عندما يكون هناك قصف على العراق من تركيا أو من غيرها لا يمكن أن تسمح به الدولة العراقية وهنا حتى وإن قالت أن العراق لا يستطيع أكيد العراق اليوم ليس العراق الأمس لديه كثير من المشاكل التي لا يستطيع بها أن يكون جهة مقابلة محاربة وبالتالي هنا اليوم على الحكومة العراقية أن يكون لها دور في هذا الشيء لحماية مواطنيها على الأقل ليس لحماية الخارجين عن القانون سواء من تركيا أو من العراق ويستخدمون العراضي العراقية في هذا الشيء المفروض اليوم الحكومة العراقية والخارجية العراقية دور كبير اليوم لحماية أبنائها من كل الشراعة الموجودين في داخل العراق والمفروض يكونون في مأمن من أي شيء خارجي لا يمكن أن تسمح أي دولة لدولة أخرى أن تقوم بتصف بحجة من هذه الحجج الكبيرة على الدولة العراقية أن يكون لها ولا تتوارى عن الأنظار بعيدة عن التصريح أو استنكار أو أي شيء آخر للمحافظة على أراضيها ومواطنيها نعم يعني صراحة كل هذه يعني حتى الاستنكار والتنديد بدأ يعني يتراجع يعني كنا نشاهد هناك بيانات تندد فيها الحكومتين وتستنكر القصف لكن الآن حتى هذه البيانات غير موجودة دكتور أحمد يعني هناك مواقف خجولة من بعض النواب من بعض الأحزاب السياسية لكن المواقف الجدية غير موجودة على ساحة العراقية حيال هذا القصف التركي يعني اليوم معظم أراضي دهوك تحتلها تركيا وتكتب يافطات ممنوع الاقتراب أراضي تركيا هناك تركيا تستهدف الصحفيين تستهدف السياح إذن متى للحكومتين ليست فقط الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان وأيضا الحكومة الاتحادية يعني متى ستتحركان إذا هذه الانتهاكات اليوم بحق الأراضي العراقية حقيقة يعني الموقف العراقي لا زال تشبه الضبابية ولا نسمع أي شيء يعني من سواء من الخارجية العراقية اللي مفروض أن يكون إلها دور وتوضح لمواطنيها وتوضح للعالم أجمع ما هو رأي الحكومة العراقية وما رأي الدولة العراقية بهذا الشيء ولكننا لا نعلم قد يكون هناك اتفاقا خفي على العالم بين العراق وتركيا بهذا الشيء والمفروض اليوم كل أبناء العراق والعالم كل يتأجمع يعرف موقف الحكومة العراقية من خلال بيان للخارجية العراقية توضح فيه كل الملابسات وكل الأمور حتى نفهم الأمر كيف يكون بهذه الحالة رغم أنها تستطيع هناك ملفات ضغط بأيدي الجانب العراقي منها الأوراق الاقتصادية يمكنها مثلا أن تدعي أو تقدم دعوة لدى مجلس الأمن أو لدى محكمة لهاي هناك عدة أمور لكن للأسف ما نشاهده دوما الصمت بالتأكيد هناك خطوات كبيرة ممكن أن تخطوها الحكومة العراقية بهذا الاتجاه ولكن مثل ما قلت لخضرتك أن هناك ضبابية لم تفهمنا الحكومة العراقية بأي اتجاه تسير أو ما هو رأيها بهذا الشيء أكيد هناك القنوات الدبلوماسية وهناك المجلس الأمن وهناك كثير من الأمور التي من الممكن أن تتوجه له الحكومة العراقية في حال أنها ترفض مثل هذا هكذا أمور أما إذا كان هناك اتفاقا خفيا لا نعلمه فذلك أمر آخر نعم بالتأكيد وتبقى الصفقات السياسية فوق كل شيء دكتور أحمد أشكرك جزيل الشكر الصحفي الدكتور أحمد راشد كنت معنا مباشرة من الأنبار ترجمة نانسي قنقر